السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ النهاردة زي ما اتفقنا في الثلاث مراحل اللي احنا نشتغل فيه في الكورس ان احنا هنعمل تصميم الاعلان طيب في بعض الحالات كده اللي هنقول لها سناب شاد ونصة الاعلان بتاعته معمولة عشان الشركات ما بتشتغلش مع افراط حتى لو انت كفرض عايز تعمل اعلان لازم يعني يبقى اعمل لك كده تبقى اعمل لك هوية خاصة بيك عندك شعار عندك موقع عندك اسم حتى لو انت شغال في انستجرام او اي حاجة هو يقصب بمعنى كده انه هو بيشتغل على الشركات الافضل فانت لازم بقى الاعلان اللي انت هتعمله يبقى مهيئ ان هو يبقى يعني سناب شاد تشوفه كشركة يعني احنا هن pegبش عنده اللولش التدريبه بتاعتنا ديكون لها ان انا ان انا عندي انا كبهاء أريد أن تذهب ونزل دورات برمجية و تصميمية و تسوئية على حسب الحاجة هناك بعض الأمور التي لا أتحدث عنها مثلاً تصميم مقاس تصميمات سناب شات 1080 في 1029 دعونا نشاهدها من هنا لا أعرف هو اللود متأخر الانترنت ماله مفروض كان كويس ماشيت هايزبط دلوقتي تمام؟ المفروض مقاس الإعلام بتاعي مقاس الإعلام ألف وتبرير في 1920 و زي ما التفاق ده بيجيبه من هنا المقاس بتاعي ألف وتبرير في 1920 هنا كده طبعاً لو شلته هيروح خلاص ده وضع المنتفقين عنه طيب الإعلام بقى محتوى ايه؟ دلوقتي أنا سجلت فيديو هون ممكن بسهولة قوي تسجل فيديو زي دا كده افضل الدورات التقنية والتصميمية والتسوقية هتلاقوها معنا في الحساب بتاعنا و قناتنا على اليوتيوب تابعونا زي ما اسمعنا كده أنا بقول للناس ان را عندي كذا و كذا و كذا طبعاً الأفضل لو أنت تعرفت تصويغي الحاجة بترك في شكل شركي يعني أنا كنت ممكن أو كب من الأفضل لدينا أقول أنا بدي النفس مثلاً اسم أو بدي النفسي فيه موقع الشغلين عليه اللي ان شاء الله الدورة المرفوع عليه سكريل دوت اب سكريل دوت اب ده موقع كورسات عربية خاص بي او خاص بالأصدقاء بتوعيد كنت من قلت لها شركة كورسات كذا و كذا شركة تسويق في كذا و كذا ده الفيديو اللي انا استجلته بكامرة مويلة عادة كل اللي بعمله ممكن ارفعه زي ما هو على سناب شيك والشعار بتاع الموقع مثلاً احطه هنا تمام يعني دي حركة الشعار ده بحركة مهمة جداً او ان انا عمله برنامج زي الافتر افكت وطلعه خلونه برضو وريكم يعني عشان ده استعلم برنامج الافتر افكت ده اول بريمير من افضل البرنامج اللي بيشتنل بها فخلونا برضو انت لو انت بادئ يعني لو انت مش مهتم بجزء ده ممكن تروح تعمله بالشكل ده كده تمام نعمل كريات كده وتحط الشعار من هنا محطة done scratch ونقوم بتبعها و بعدد نهارى من الناس اللي هم تحطي علاقة خالص بالأني والده افضل الدورات امت صريح طبعاً ده كويس انا دي الزهر ده كده لاننا مصور من الايفون فصيغة مجزء ما هو فكر طبعا نعمل ايه المفروض بيبقى إليه برنامج كده بحول به برنامج مثل ده في المات مسلا هندي بيكر او اي برنامج يعني انت بتعمل الحاجة تطلعها ايب فوق خلوني نعمله بسرعة كده نضعها هي محطوطة فيها نخلها هي في الديسكروبكا كويس نعملها كده هنعملها بسرعة تمام ضغطها انا انا بصوا انا هعمل لكم بالشكل اللي هينفع الناس دول كلها في الفيديو ده والفيديو الجاي هيبقى خاص ده قبله تمام هو طبعا خمس ثواني بنخلى عشر ثواني تمام طبعا انا المفروض الفيديو بتاعي في شوية في الاول فالمفروض ان انا مشيه دي كده المفروض دي ات دي اقا واحدة في كده المهم هو ده ممكن اجيب مثلا ده فيديو فناخد ده الشعر بتاعي اه سوري سوري ده اغير اغير داب ده اغير شل الفيديو نشيل بقى عايزين نعمل ايه نجيب صورة عشان نحط على الشعار يعني اما تعملوك ده الشعار بتاعي تحطه فوق هده كده مثلا هو ده الفيديو اللي بعبول ماشي وتراندرو اه افضل الدورات التقنية والتصليمية طبعا الافضل الافضل الشعار بتاعك بقى شفاف يعني بي اي جي دي اسهل حاجة ان انت تعمل اعلان متوافق لمواصفات سناب شات ان شاء الله يعني كل ما تخلي صيغة الاعلان كون انك شاركة هتتقبل بسرعة وطبعا دلوقتي هنروح للموقع ازاي اتعمل بس برضو الدرس اللي احنا ان شاء الله للمرة الجاهة ازاي بقى اعمل الفيديو ده بشكل احترافي كويس مع مؤسرات في برنامج الافتر افكت او ممكن بالبريمير لو انت مش مهتم ممكن ما تشوفش الفيديو الجاي ماشي يعني انا نعملو الناس اللي بقوا عايزين احترافية او الشركات اللي هتشتغل اكتر ماشي لا ترفع اكبر من حاكم انا اريد ان ارهيك اهو احنا بيقول لك ده الصورة خمسة ميجا ماشي كذا وكذا الخمسة ميجا تقريبا للصورة الفيديو تقريبا على ما اتذكر ان الصورة حاجة وثلاثين ميجا خمسة وثلاثين ميجا تقريبا الفيديو يبقى خمسة وثلاثين ميجا فده خبنا بالنقطة دي كويس اوي 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 طبعا هو مش عايزهر هنا برضو لا هو ده نفس ظهر الصور بس في المفروض هنا بيبقى لما تجد رفعه بقى لو رفعت حاجة اكتر من من خمسة وثلاثين هتلا يزهر لك الاتسالة دي فنخلي بنا دي اسهل طريقة ان تتعمل اعلان اهم نقطة في الموضوع ده ان انت الاعلان بتاعك يوحي ان انت شاركة او موقع او حاجة بتؤدي خدمات ادي نفسك اسم ادي نفسك كياد لو انت حط شخص متجر العيسى متجر او مؤسسة الهاوي لازم تبين ان انت كمؤسسة الاسناب شاب ده اول خطوة اول خطوة للاعلان جميل نروح بقى للمرة الجاية ونكمل مع بعض انتظروا في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة